بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأعزاء طلبت المستوى الثاني علم الحيوان الخاص وكيمياء حيوان دلوقتي أنا بابتدي معاكو المحاضرة الأولى في الجزئية بتاعتي معاكو سميا حميم عيسى هدرسلكو بإذن الله فيلم الإيكينو درماد هنبتدي مع بعض دلوقتي المحاضرة الأولى فيلم الإيكينو درماد يعني خلي بالكم الورقة اللي مكتوبة دي دي مجرد بس عناوين أرجو أن كل واحد منكم يكون موظف معاه كراسة وألم تكتبوا ورايك كل الكلام اللي هقوله والورقة اللي قدامكم في المحاضرة دلوقتي هي مجرد نوتس وعناوين هتكتبوا معايا شرح كل عنوان فيه فيلم إيكينو درماد يعني إيه إيكينو درماد لو أنا جيت على لو أنا جيت على كلمة الإيكينو درماد وأسمتها من النص إلى مقطعين مقطع إيكينو ومقطع درماد مقطع إيكينو معناه إسبايني ودي مكتوبة تحته معناه إسبايني وإسبايني يعني شوكي مقطع درماد جاي من درمس اللي هو الطبقة التانية في الجلد فمعناه إسكن إسكن اللي هو الجلد فيبقى الكلمة كلها إيكينو درماتا معناها الحيوانات الجلد شوكي الحيوانات اللي الجلد بتاعها كله مغطى بالأشواء والحيوانات دي بيصق وهي بتعتبر من أرقى الشعب في الحيوانات اللافقرية تعتبر على التوب بتاعها وهنقول أسبابها دلوقتي ليه هي أرقى الشعب اللافقرية ويتروح عدد الأنواع فيها من 6000 ل8000 living species وفي نفس الوقت كلها marine animal كلها marine animal لا تعيش في أي بيئة أخرى طيب دلوقتي أنا عايز أتكلم عن general characters بتاعها أنا حط شوية معايير نعرفهم كده بالترتيب بس مجرد ترتيب أفكار علشان نعرف نطلع general characters فمع بعض كده واحدة واحدة زي ما هم مكتوبين في الورقة اللي قدامكو أنا هتكلم عن أول نقطة في general characters عن distribution distribution اللي هو أماكن توزيع هذه الحيوانات يعني أماكن تواجد هذه الحيوانات أنا بس general characters بنكتب جمل مختصرة فيها علشان بنبين الصفات العامة فقط فالحيوانات دي بكتب عند الأماكن التوزيع بتاعتها entirely marine animals entirely marine animals معناها إنها حيوانات بحرية كليّة حيوانات بحرية كليّة يعني كلمة entirely يعني كليّة يعني ممكن أقول بدلها completely ممكن أقول بدلها قبل يطلي لازم أكتب الكلمة دي علشان أنا بالكلمة دي بنفي إنها ممكن تعيش في أي بيئة أخرى يبقى هي حيوانات لا تعيش إلا في البيئة البحرية فين في البيئة البحرية؟ في أي مكان في البيئة البحرية ممكن قريبة من الشاطئ في الشالو بوتر ممكن ديب ممكن لزقة في الروكس أو الحجار ممكن انبدت إنزامات هو الطين أو السند اللي موجود في البحر في أي مكان نمرة اتنين السيمتري السيمتري بنت ميرس ريديالسيمتري يعني إيه؟ يعني حيوانات تماثلها تماثل شعاعي خماسي تماثل شعاعي خماسي يعني إيه تماثل شعاعي خماسي؟ تماثل شعاعي خماسي معناه إن رقم خمسة يتحكم في هذه الحيوانات من الخارج ومن الداخل برضو يعني إيه رقم خمسة يتحكم؟ يعني هذه الحيوانات في الغالب سطح جسمها من الخارج أو سطح الجسم مقسم إلى خمس مناطق أو مضاعفات الخمسة يعني مضاعفات الخمسة؟ يعني عشرة خمستاشر عشرين فهو مقسم إلى خمس مناطق أو مضاعفات الخمسة هذه الخمس مناطق متشبهة في الشكل في الحجم في التركيب بالملي وبالتالي بنقول عليها متمثلة تماثل خماسي نفس الحكاية من الداخل في بعض الأعضاء جوة الأعضاء بتبقى مكررة خمس مرات يعني عددها خمسة أو عددها مضاعفات الخمسة ممكن يبقى عددها عشرة وتكون متمثلة في الشكل والحجم والتركيب والوظيفة في كل حاجة وبالتالي بنقول عليه تماثل خماسي نمرة ثلاثة الدياجنوستيك فيتش الدياجنوستيك فيتشور هي الصفة المميزة وعلشان نفرق بين الصفة المميزة والصفة العامة الصفة المميزة هي التي تتميز بها هذه الشعبة ولا توجد في غيرها من الشعب الأخر والصفة العامة هي اللي بتتواجد في هذه الشعبة وتتواجد في غيرها من الشعب الأخر الصفة المميزة ممكن نعتبر الصفة المميزة في هذه الشعبة هم أربع حاجات ولو سمحتوا تاخدوا بالكم منهم كويس قوي لأن الجزئية دي بتبقى دايما موضع أسئل ممكن أعتبر الصفة الأولانية اللي هي انتير لمرين أنيمل اللي أنا خدتها في الديستيربيوشن أعتبرها من الصفات المميزة أيوه لأن هي الشعب الوحيدة اللي بتعيش في المياه البحرية فقط أما الشعب التاني بأيوة بتعيش في المياه البحرية ولكن أيضا بتاخذوا الأماكن التانية بتعيش في الفريش ووتر بتعيش في التريستيريال هابيتات بتعيش في الإيرد فإنما دي لا تعيش إلا فقط في المياه البحرية فأنا ممكن أعتبر نمرة واحد من الصفات المميزة إن هي انتيرني مرين عني طيب نمرة اتنين ممكن أخذ الصفة السيمتري من الصفات المميزة أيوة لأن هي دي الشعبة الوحيدة في اللافقريات اللي هي فيها تماثل شعاعي خماسي هنقول إن داريا فيها تماثل شعاعي ولكن دي تماثل شعاعي خماسي يحكمها رقم خمسة أو مضاعفات الخمسة يبقى دي برضو من الصفات المميزة طب إيه تاني؟ نمرة ثلاثة بريزنز أوف ووتر باسكولر سيستيم الووتر باسكولر سيستيم جهاز وعائي مائي جهاز وعائي مائي غير الجهاز الدموي زي اللي عندنا الجهاز الدوري لا هي عندها جهاز دوري برضو ولكن فيها جهاز وعائي ماء هذا الجهاز عبارة عن مجموعة من القنوات التي تعمل بطيار المية اللي هو داخلها من مياه البحر وطبعا هذا الجهاز يعتبر الميستر بيقوم بفانكشنز كتير قوي أولها وأساسها هي عملية اللوكوموشن أو الحركة وبعد كده بيساعد في عملية الفيدنج يساعد في عملية السينسيشن أو الإحساس يساعد في عملية الريسبايريشن يساعد في عملية الإحساس كل الحاجات يعني بيساعد الجهاز الهضمي في الحصول على الغذاء يساعد الجهاز التنفسي في عملية الريسبايريشن يساعد الجهاز العصبي في عملية الإحساس فبيساعد الأجهزة الأخرى في الحاجات دي طيب نمر أربعة في الدياجنوستيك فيشر السكيلتون السكيلتون هنا انترنل ودي حاجة من الحاجات اللي خلتنا نعتبرها أرقى الحيوانات اللي فقرين يعني إيه انترنل يعني هيكل داخلي زي السكيلتون في الإنسان بالزبط احنا عندنا أول حاجة بتقابلنا في جسم الإنسان الجلد تحتيه العضلات وبعدين السكيلتون هي برضو عندها السكيلتون داخلي يغطيه من الخارج اللي سكن أو الدرمس بتاعه طيب السكيلتون الداخلي ده عرفنا إزاي أنه الداخلي لما جاه يتكون من الطبقات الجنينية كلنا عارفين أن الطبقات الجنينية عندنا إكتوديرما وإندوديرما بينهم ميزوديرما إذا السكيلتون اتكون من طبقة داخلية فهو داخلي وإذا تتكون من الإكتوديرما اللي هو الطبقة الخارجية فهو خارجي هنا أنا عندي السكيلتون يعني طبقة الميزودرم هي اللي بتكونه وطبقة الميزودرم دي طبقة داخلية تحت الاكتودرم إذن فهو سكيليتون داخلي بتتشابه في هذه الحيوانات مع الحيوانات الفقرية وأيضا مع الإنسان وعلشان كده ده سبب من ضمن الأسباب اللي خلينا نقول عليها حيوانات أرقى حيوانات الفقرية لأنها بدأت تتشابه مع الحيوانات الفقرية سليم الكلام ده لما يجيلكوا في الامتحان تاني هقولي سنة تانية لما يجيلكوا إيه هي الصفات المميزة تذكر بس الأربع جمل دول الأربع جمل دول نمرة واحد انتيرلي مارين أنيمال نمرة اثنين بنتاميرس ريديال سيمتري نمرة تلاتة بريزنز اوفوتر فاسكولر سيستم نمرة اربعة اسكيليتون انز انترنال ميزودرمال ان اوريجين ميزودرمال ان اوريجين كده خلصنا ثلاث معايير من الجينير الكراكترز ندخل في المعايير الرابع اللي هو المورفولوجي 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 يعني الشكل العام للحيوانات دي شكلها العام ايه عارفين ايه الحيوانات دي زي نجم البحر ونجم الهش خيار البحر وبالتالي بدي الشكل بتاعها الشكل العام بتاعها نجم البحر ونجم الهش هو ستارشيب شكل نجم او جولوبيولر جولوبيولر يعني ايه يعني كاري يعني ماقدرش اقول راوند هو مش راوند او ولا سيركولر هو كاري كاري يعني نص كورة يعني هات الكورة كده ويقسمها بالنص هيبقى كل نص فيها شكل كاري كاري يعني جولوبيولر زي حيوان السي أرشن أو أنفد البحر طيب سيلندريكل أو كوكمبر شيب كوكمبر شيب يعني صمرة الخيار سيلندريكل يعني شكل استواني أو إيلونجيتل زي خيار البحر بيبقى طويل واستواني أو مغزالي الشكل أو فيزر لايك فيزر لايك شكل الريشة يعني الحيوان نفسه بتبقى الأزرع بتاعته شكل الريشة وبالتالي بسميه فيزر لايك يعني شكل الريشة أحب برضو في المورفولوجي أقول حاجة الحيوانات دي بقى ننسى الشعب اللي فاتت بالنسبة لها يعني إيه كنا نمسك الحيوان نقول النحية الأنتيريور بتاعته فيها كذا والبستيريور النحية الفنترل والنحية الدرسل ننسى كل الاتجاهات دي في الحيوانات دي لا فيه فنترل ولا درسل ولا أنتيريور ولا بستيريور الجسم الحيوان عبارة عن يعني صطحين اتنين بس سطح بميز بينهم بحاجة واحدة بس فتحة الموس السطح اللي فيه فتحة الموس يبقى هو الأورال سيرفوس أو السطح الفمي سطح الفمي هو يحتوي على فتحة الفم طب السطح التاني المقابل له اللي الناحية التانية مقابل له طيب يبقى السطح المقابل الفم يبقى بأورال سيرفوس يبقى أنا عندي سطحين سطح فمي فيه فتحة الفم وصطح مقابل فمي يبقى ما فيهوش فتحة الفم يعني فيه بعض الكتب تقولك السطح التاني المقابل له هيبقى فيه فتحة الإنس فيه بعض الحيوانات القليلة اللي ما فيهاش فتحة الإنس فأنا عشان ما أغلبش نفسي يبقى أنا همسك بس فتحة الفم مقياس السطح اللي فيه فتحة الفم يبقى السطح الفمي السطح التاني المقابل له يبقى السطح المقابل الفمي oral and of oral surfaces وعلى هذا الأساس كل الأورجنز بعد كده الخارجية والداخلية بنخليها تنتمي لأحد يعني في أي عضو نقول ده بيقع في السطح الفمي ده بيقع في السطح المقابل الفم وهكذا نيجي على الأناتوم نمر الخامسة الأناتوم الأناتومي مجرد بس إننا نمسك الأجهزة الداخلية واتكلم عن كل جهاز بإيجاز شديد لأن زي ما بقول لكم سنة تانية دي صفات عامة ما فيهاش شرح ما فيهاش إسهاب في الكلام مجرد أنك أنت تديني فكرة مجزئة سريعة عن كل جهاز يعني يدوبك جملة واحدة أو سطر واحد يعني أنا لما ممسك كده زي ما أنتوا شايفين في الورق الديجيستف سيستم الديجيستف سيستم عبارة عن قناة هضمية طويلة تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الإنس بس ممكن أقولها لكم بالإنجليزي تكتبوها ورايا لو سمحتو سنة تانية يبقى معك كراسة وقلم وتكتب ورايا الكلام ده بس ده اللي أنا عايزة في الديجيستف سيست نسيب الريسبيراتوري شوية صغيرة كده ونيجي نمسك الإكسيكريشن ليه كتبت إكسيكريشن وما كتبتش إكسيكريتوري سيستم أهو حتى ما اكتبه لكم في الـ برضو هي جملة جملتين اتنين الحيوانات دي ما فيهاش إكسيكريتوري سيستم ولا فيها إكسيكريتوري قبني بس هل فيه كائن حي في الدنيا سواء حيوان أو حتى نمات ما بيعملش إكسيكريشن استحالة مدام فيه عمليات حيوية داخل الجسم لازم يكون في إكسيكريشن سليم الكلام ده فهنا الحيوانات دي نو إكسيكريتوري سيستم لازم نكتب عندها كده نو إكسيكريتوري سيستم إكسيكريشن occurs by blood cells إكسيكريشن by blood cells طب ايه كل البلات سيز بتقوم بالإكسيكريشن لا يا سنة تانية نوع واحد بس من البلات سيز نوع واحد من خلايا الدم اسمه الفاكوسايتز واعتقد ان انتم اخدتوه قبل كده حتى في السنوية العام الفاكوسايتز اللي هي الخلايا الملتهمة او الخلايا الاكولة اللي هي نوع من انواع خلايا الدم هي اللي بتلف في الجسم كده في تجويف الجسم وفي الاعضاء الداخلية تلم منها زي اكسيز اوف ووتر اكسيز اوف سولد النيتروجينيا السابستانسز اي مواد ضر في الجسم تلمها كلها وتكون منها السوائل الاخراجي طب بتخرج منين وانتي قلتي اني مفيش اكسيكريتوري اوبنين لما نيجي نتكلم عن عملية الاكسيكريشن بالتفصيل هقول لكم النواة الدي بتخرج منين طيب الووتر فاسكولار سيستم اللي احنا لسه من شوية متكلمين عليه الووتر فاسكولار سيستم اللي هو الجهاز الوعاء الماء عبارة عن اتز اجروب اوف ووتر كنالس مجموعة من القنوات المائية اه تعمل كارنت اوف ووتر وورك كارنت اوف ووتر يعني هي بتشتغل اساسا بطيار الماء اللي دخلها من من مية البحر طب وطيار الماء ده دخلها منين دخلها من مية البحر طب دخلها منين بيزب فيه ايوة فيه سوق فيه اه حاجة اسمها مادري بورايت هي اللي هتدخل طيار الماء برضو لما نيجي نشرح الووتر فسكولر سيستم هنقول الكلام ده من اهم السيستم ده المايسترو في الحيوان ده اشمعنا اشمعنا للسيستم اولا بيقوم بعملية اللوكوموشي هو اللي بيخلي الحيوانات تتحرك او تمشي طبعا كل الكلام ده هنفهمه ازاي بعد كده طيب وبعدين بالاضافة لكده لا بيساعد الاجهزة الاخرى بيساعد الجهاز الهضمي هلب هلب الديجيستف سيستم ان كوليكشن اوفوط يجمع له المواد الغذائية طيب هلب هلب زا نيرفا سيستم انسنسيش بيساعد الجهاز العصبي في عملية الاحساس لان برضو اعضاء الاحساس في الحيوانات دي بداية بس هو بيساعد في عملية الاحساس هلب انسنسيش طيب هلب انرس باي ريش بيساعد في عملية التنفس ازاي برضو كل ده هيتشرح بالتفصيل لما اجي اشرح الووتر باسكولار سيست طب حتى هلب ان اكسي كريش يعني هلب ان اكسي كريش برضو ازاي ده هلب ان اكسي كريش برضو كل ده هيتشرح بالتفصيل لما اجي اشرح عملية الاكسي كريش ونشوف النواتج بتخرج ازاي هنلاقي ان الجهاز الوعائي المائي بيساعد خلايا الدم في الخروج في خروج الاكسي كريتور برضو بره الجسم يبقى الووتر باسكولار سيستم جهاز الوعائي المائي عبارة عن مجموعة من القنوات المائية اللي هي بتعمل بطيار المية وبيقوم اساسا بعملية اللوكوموشن ويساعد في الفيدنج في السنسيشن في الاكسي كريشن في الريس بايريشن and so on النيرفا السيستم احنا اتفقنا من الاول ان في رقم خمسة ان الحيوانات دي فيها تماثل خماسي اذا الرقم خمسة او مضاعفات الخمسة بيحكم النيرفا السيستم بداي جد السنسو أورجنز بداية جد النيرفا السيستم عبارة عن حلقة عصبية تلي فتحة الموس مباشرة من الداخل حلقة عصبية it is a nerve ring nerve ring حلقة عصبية بعد فتحة الموس مباشرة من الداخل يتفرع من هذه الحلقة العصبية خمس احبال عصبية طبعا خمس احبال عصبية خمسة نيرفي كورتز five نيرفي كورتز سليم الكلام ده النيرفي كورتز دي بتبقى في نفس الطول في نفس الحجم في نفس الشكل في نفس الترتيب لانها متماثلة مع بعضها تماثل تام سليم الكلام ده ازا النيرفي سيستم نكتب في ايه نيرفي سيستم نكتب كل ده انا لسه ما وصلتش طيب ارجع للريسبيراتوري سيستم يا سنة تانية قبل ما ادخل في الريبروداكشن ارجع للريسبيراتوري سيستم الريسبيراتوري سيستم عبارة عن أورجانز بس هو ما تكونش سيستم كام بس عشان لما يجيلكوا في الامتحان انا ليس ابتوا في الاخر هو مش كبيه هو مش سيستم هو مجرد أورجانز بس الأورجانز بتختلف من حيوان لآخر فاحنا مثلا هندرس نجم البحر الريسبيراتوري أورجانز فيه عبارة عن خمسة أو عشرة يعني ايه خمسة أو عشرة يعني بتختلف باختلاف الاسبيشيز في بعض الاسبيشيز في نجوم البحر فيها خمسة بابلي خمسة بابلي اسمها بابلي خمس حلقة وفي بعض الاسبيشيز فيها عشرة عشرة بابلي شايفين الحاجة اللي بذكر عددها اما خمسة او مضاعفات الخمسة يبقى خمسة بابلي او عشرة بابلي على حسب اللي سبيشز البابلي دي عبارة عن معناها بالعربي حلامات تنفسية ريسبايراتوري بابلي طيب ده اسم الارجن بتاع نجم البحر طيب موقعه فين اكستيرنالي اكستيرنالي بيقق خارج الجسم من برة حوالين فتحة الموس على سطح الجسم من الخارج سليم الكلام ده طبعا بتقوم بعملية الريسبايريش طيب ده فين نجم البحر طيب ونجم الهش النجم الهش فيها عشرة جينيتال بابلي نقولها تاني سوري عشرة لإما نقول عشرة لإما نقول اكتبوها كده جينيتال جينيتال جاية من الجهاز التناسولي جينيتال وهنقول دلوقتي ليه بيرسة بيرسة بي يو آر اس اي اي بيرسة بي يو آر اس اي اي جينيتال بيرسة دي موجودة فين انترنالي انسايد زا بادي كابيتي انترنالي انسايد زا بادي كابيتي موجودة في داخل الجسد طيب عددهم خمسة بيرس أو نقولهم عشرة لإما عشرة لإما خمسة بيرس خمس ازواج أو نقول عشرة في الاتنين صح لكن ما تكتبليش خمسة بس سليم الكلام ده طيب احنا لمسمينها جينيتال بيرس لإن هي بالإضافة لدورها في عملية ريسبايريشن فإن هي أيضا بتقوم بإخراج الجاميتات بتاعة الجهاز التناسلي للخارج لأن هي موجودة انترنالي داخل الجسم وفي نفس الوقت انترنالي داخل الجسم وفي نفس الوقت فهي لها فتحات على سطح الجسم من الخارج عن طريقها الجهاز التناسلي بيطلع الجاميتات بتاعته عن طريق هذه الفتحات إذن هذه الجينيتال بيرس بتاعة النجم الهاش بتقوم بعملية ريسبايريشن وتساهم في إخراج الجاميتس بتاعة الجهاز التناسلي خارج جسم الحيوان وبالتالي بنسميها جينيتال بيرسة وبالتالي هي العضو التنفسي الوحيد في كل الإيكاينو درماتة اللي بيبقالوه وظيفتين وظيفة تنفس وظيفة إخراج الجاميتات طيب ده بالنسبة نجملها شيء طب بالنسبة لأنفذ البحر أنفذ البحر في خمس أزواج من الجيلز الخياشين أنا بقولها خمس لإما تقول خمس أزواج لإما تقول عشر لاتنين صح بس تديني الرقم مظبوط خمس أزواج خمسة بيرس أو جيلز جيلز الخياشين سليم الكلام ده موجودة فين سليم الكلام ده بتقوم بعملية الريسبيريشن بس نوصل لآخر حاجة اللي هو خيار البحر الريسبيراتوري أورجنز بتاعته عبارة عن ده الوحيد وهقول لكم ليه دلوقتي اللي عدد الريسبيراتوري أورجنز فيه عبارة عن اتنين عددهم اتنين مش زوجين لأ اتنين اتنين اسمهم ايه اسمهم ريسبيراتوري تريز الأشجار التنفسية ليه لأن كل واحدة فيهم بتشبه الشجر مكانهم فين انترنالي انزا بادي كافيتي انترنالي انزا بادي كافيتي وتو ريسبيراتوري تريز ليه عددهم اتنين احنا لو بصنا لخيار البحر هنلاقي هو الحيوان الوحيد جسمه طولي فيه بايلاترال سيمتري هتقول انت قلت لنا بنت ميراس سيمتري ما انا هقول لكم الحيوانات دي في الطور في الحيوان الكامل او في الطور البلغ فيها بتدي بنت ميراس ريديال سيمتري طيب 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 وفي الطور اليرقي لما كانت يرقة لما كانت يرقة كانت بايلاترال سيمتري سليم الكلام ده فكل لما تيجي اليرقة تتحول للطور الأضل تدي التماثل الخماسي فهي وهي يرقة بيلاترال سيمتر تيجي تتحول للطور البالغ تدي بنت ميرس ريديال سيمتر سليم الكلام ده معاد حيوان خيار البحر اليرقة بتاعته بيلاترال سيمتر ولما جيه تحول للطور البالغ ادت في بعض الحاجات بنت ميرس ريديال سيمتري واحتفظت في حاجات أخرى بيلاترال سيمتري ده الحيوان الوحيد اللي لما جسألك ايه هو السيمتري بتاعه خيار البحر لما جألك ايه نوع السيمتري بتاعه تكتب لي كده بنت ميرس راديال سيمتري وعلشان كده الاشجار التنفسية فيه عددهم اتنين نوصل اخر حاجة للريبرودكتف سيستم اللي هي الجهاز التناسلي الجهاز التناسلي جماعة في الجنرال تاراكترز دايما تكتبولي فيه ثلاث كلمات يعني ايه يعني تقولي الحيوانات دي هيرمافروضيت ولا بايسكشول يعني ميل وفي ميل الحيوانات دي ما نقول عليها دايوشيس يعني بايسكشول يعني الحيوان فيها اما ميل واما في ميل مش هيرمافروضيت سليم تقولي اكسترنال ولا انترنال الverutilization فيها external يعني external في مية البحر يعني الميل يطلع الاسبرم في مية البحر والفيميل تطلع الاوفا في مية البحر ويطلق مع بعض الاوفا والاسبرم بعيد عن جسم الام تماما ويتم الverutilization external development indirect ولا direct indirect لان فيه تور يرقي فيه تور يرقي لو كان مفيش تور يرقي والانقسامات بتاعة البويضة بتدي الحيوان كامل على طول كنا نقول direct يبقى اذا انت طبعا مش هتقولي الشرح ده كل انت في الصفات العامة في ال reproductive system تقولي الانيمال 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 الارضايوشيس الverutilization is external development is indirect بس في نهاية المحاضرة بنقول الوضع التصنيفي لهذه الشعب الشعبة تنقسم الى اتنين صبفين ارجوك يا سنتاني خلي بالكم من الاتنين صبفين من اللي انا كتبهم دون لان اعتقد في الغالب مش مكتوبين في مذكرة العملي فانا عايزاهم دايما في التصنيف سواء وانا بسألك في العملي او بسألك في النظر بتنقسم الى اتنين صبفايلم صبفايلم الاسروزوه التانية بالماتوزوه بالماتوزوه ساكنة ساكنة دايما سيصايل سليم دايما في مكان واحد ما بتنتقلش من مكان لمكان هي بتتحرك الازرع بتاعتها بس اللي بتتحرك في نفس المكان لكن هي دايما سابتة في مكان واحد دي البلماتوزوه يبقى لما جأول انا صنفت تبع ايه اكوردينج تو زا مود اوف لايف اكوردينج تو زا مود اوف لايف اكوردينج اسمت الشعبة اكوردينج تو زا مود اوف لايف لو سمحتوا اكتبوا ورايا كل كلمة بدقة سانة تانية اكوردينج تو زا مود اوف لايف اذا كانت متحركة فهي تبقى صاب فيلم الاسروزو اذا كانت ساكنة تبقى صاب فيلم بالماتوزو الاسروزو بنقسمها الى اربعة كلاسز وقسمها الى اربعة ايه ايه او مورفولوجي دي صح تقولي او مورفولوجي صح. ايبقى اذا كانت شكلها نجمي تبقى الكلاص الاولانية ودي معناها النجميات النجميات منها الاستروبيكتينيس بيشز او السي ستار اللي هو نجم المحن. طيب ما التانية برضو اوفيوروديا معناها النجميات. ما هدين اه شكل النجمة ودي شكل النجمة. بس التانية اسمها النجميات الهشة. النجمي اوفيوروديا النجميات الهشة. منها او البريتل استار. وطبعا المحاضرة الجاية بازن الله هديكوا انا المورفولوجي بتاحهم وهيبقى تلاقوا فروقات كتيرة قوي بين الاستروديا والاوفيوروديا. لكن الاتنين استار شيك. طيب نمرة تلاتة كلاس ايكاينوديا. ايكاينوديا اللي هي بتحتوي على انافذ البحر او السي ارشن. اللي هي الجولوبيولر انشيب. جولوبيولر انشيب. دي منها السي ارشن او الاكناص اسبيشيز. نمرة اربعة كلاس هولوسيوروديا. كلاس هولوسيوروديا اللي هو اه خيار البحر. كوكمب احيط انتفقنا. كوكمبر شيب او سيلندريكال او الانجيتد انشيب. دي منها هولوسوريا أو سي كوكمبر يبقى أنا قسمت على حسب المورفولوجي أو إذا كان شكل نجمي تبقى أستيروديا أو أوفيروديا إذا كان شكل جلوبيل يبقى إكاينوديا إذا كان شكل كوكمبر شي بيبقى هولوسيرودي التانية بقى أنا قلت دي حيوانات ساكنة ما بتنتقلش من مكان لمكان اللي هي البين ماتوزون دي تحتها كلاس واحدة بس اللي هي الكيرينوديا 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 معناها بالعربي الزن بقيات هي اسمها كده الزن بقيات في منها ايه في منها الفيزر السي فيزر اللي هي ريشة البحر اللي أنا قلت لكم ممكن تاخد شكل الأرمز بتاعتها بتاخد شكل الريشة سليم الكلام ده وريشة البحر وبرضو ريشة البحر اسمها العلمي وفي منها حيوانات بتسمى زنابق البحر وعلى فكرة برضو الحيوانات دي بقت نادرة دلوقتي في البيئة البحرية عندنا وفي الغالب هتنزلكوا في المعمل في سورة سورة دي اللي أنا قلته النهاردة ده هو المحاضرة الأولى بإذن الله تكتبوها كويس أستخلص منها ايه سنة تانية أرجعت أنا أقول طريقة كتابة الجينيرال كاراكترز الدياجنوستيك فيتشر أنا عايزة بس الاربع في الدياجنوستيك فيتشر أنا عايزة بس الاربع جمل اللي أنا قلتهم قبل كده وعرفنا إزاي نكتب كل جهاز زي ما أنا قلته بالزبط والتصنيف أنا صنفت على أساس ايه في الشعبة على أساس المود أوف لايف صنفت الكلاسز على أساس ايه على أساس المحاضرة الجاية بإذن الله أرجو أنه كنت أنا برضو هنزلكوا فيها الرسومات واتكلم عليها بس في المحاضرة التانية بس أرجو أن الرسومات تكون معاكم المحاضرة التانية هتكون مهمة جدا 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 يا سنة تانية لسبب أن هي فيها نظري فيها نظري وهي عبارة عن سيكشن العمل يعني المحاضرة الجاية نظري وعملي نظري وعملي بإذن الله ونتقابل على خير بإذن الله في المحاضرة رقم اتنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته